الدرس التاسع عشر مهارة العنكبوت الجزء ثلاثة لم تكتفي العنكبوت بما قالت بل انتصبت في شععها تغني بصوت واضح نبراتي مهارة العناكب أعجب شيء عاجبي عندسة دقيقة تبهر عقل الحاسب دائبة السعي وما يفوز غير الدائب جاثمة في بيتها لحاضر وغائب ترقب كل زائر من قادم وذاهب توقع في شراكها كل غبي خائب ترى بعين لا تني ترى بفكر ثاقب بارعة في كيدها سديدة المذاهب ناسجة خيوطها على مثال صائب كثيرة أرجلها طويلة المخالب لها عيون جمة ترمو بلا حواجبي وهي إذا درستها عجيبة العجائب أولاً أكتشف وأفهم واحد أتذكر ما قالته العنكبوت لحسام وأروى قبل أن تشرع في الغناء الإجابة استأنفت العنكبوت قولها في البداية قائلة أنصت يا حسام ألا تعرف أنني قد أزديت إليك صنيعاً لا ينسى؟ ألا تعلم أنني أنقذتك من لسعة زنبار شرس كان يهم بإذائك في الأسبوع الماضي؟ ثم قامت بالتحدث عن كيفية قيامها بالمعروف الذي أزدته لحسام منذ مدة لاحظت زنباراً خبيثاً يطن طنيناً مزعجاً رأيته يقترب من حسام ويهم بلزعه وصبرت عليه حتى اقترب من شباكي ووقع في حبائل أسيراً وظفرت به وكان لي أشهى طعام أكلته في ذلك اليوم اثنان أقرأ القصيدة ثم أختار مما يأتي ما تغنت به العنكبوت الجدية في العمل المهارة في الصيد الميل إلى اللعب البراعة في النسج الراحة الدائمة الإجابة ما تغنت به العنكبوت الجدية في العمل المهارة في الصيد البراعة في النسج ثلاثة ما هو العمل الذي تقوم به العنكبوت أستدل على ذلك بشواهد من النص الإجابة العمل الذي تقوم به العنكبوت هو الهندسة والنسج أقرأينا الدالة على ذلك هندسة دقيقة تبهر عقل الحاسب ناسجة خيوطها على مثال صائب أربعة أعيد كتابة ما يأتي معوضا ما تحته سطر بما يفيد المعنى نفسه هندسة دقيقة تبهر عقل الحاسب دائبة السعي ترى بعين لا تني الإجابة هندسة محكمة تدهش عقل الحاسب دائبة السعي أي جادة ونشيطة في عملها ترى بعين لا تضعف ثانيا أعمق فهمي خامسا أصنف ما يأتي إلى ما تقوم به العنكبوت وما تقوم به النحلة تمتص رحيق الأزهار تنسج خيوطا توقع في شراكها كل غبي دائمة السعي تصنع العسل بارعة في كيدها مهندسة تصنع الشمع الإجابة ما تقوم به العنكبوت تنسج خيوطا توقع في شراكها كل غبي دائمة السعي بارعة في كيدها مهندسة مهندسة ما تقوم به النحلة تمتص رحيق الأزهار تصنع العسل تصنع الشمع ستة تغنت العنكبوت ببعض أعضاء جسدها ما هي هذه الأعضاء؟ أحدد الأبيات الدالة على ذلك الأعضاء التي تغنت بها العنكبوت العيون العقل الأرجل الأبيات الدالة على ذلك ترى بعين لا تني ترى بفكر ثاقبي كثيرة أرجلها طويلة المخالب لها عيون جمة ترنو بلا حواجبي سبعة تحب العنكبوت العمل وتثابر فيه أستخرج من النص الأبيات الدالة على ذلك الإجابة الأبيات الدالة على ذلك هندسة دقيقة تبهر عقل الحاسب دائبة السعي وما يفوز غير الدائب بارعة في كيدها سجيدة المذاهب ناسجة خيوطها على مثال صائب ثمانية ذكرت العنكبوت في بداية بعض الأبيات أوصافاً لها أسجلها الإجابة الإجابة ماهرة مهندسة ضؤوبة السعي بارعة سديدة المذاهب عجيبة ثالثاً أبدي رأيي تسعة ما الحيلة التي تلجأ إليها العنكبوت لتوقع في شراكها بعض الحشرات؟ ما رأيك فيها؟ الإجابة الحيلة التي اعتمدتها العنكبوت لتوقع في شراكها بعض الحشرات هو أن تلزم مكانها ولا تبرحه فقد تراقب كل زائر حتى يوقع به في شراكها تبدو العنكبوت ماكرة في حيلتها بارعة في ذلك ترجمة نانسي قنقر